استاذ احمد القرار كان مأخوذ مأخوذ يعني شفت الطريقة التي تخذ بها القرار الفعالي جدا وانا وصلتني رسائل من بعض الاخوان انه هناك ايضا الجهات او الاجنحة المسلحة التابعة لبعض الاحزاب ستضغط على النواب السنة بطريقة ما ويخشون على حياتهم في حال عارضوا هذا القرار يعني وانت شاهدتها السياسة النائب يقول لك اني بدأ اطبق عليك قانون دستور فانت المنطق اللي يتحدثوا اياك بهذه الطريقة كيف ممكن ان اتوصل للفكرة القرار كان متخذ ليكون هناك رسالة واني حصلت مكسب استراتيجي واني ارضيت ولائي للدولة الفلانية فشوف حتى السياسة نفسها اللي هي ايران حاليا